وبعيداً عن المستحقات يطالب مراقبون بتحويل قصور النظام السابق في قضاة كريت إلى مرافق سياحية يمكنها جذب الكثير من السياح لإنعاش المنطقة اقتصادياً وذلك عبر فتح فرص استثمارية تنتشل هذه المواقع من وشاح الإهمال الذي خيم عليها وجعلها واجهة عمرانية وسياحية لعموم المحافظة التفاصيل مع مراسلنا ولد علاء أينما أدرت وجهك هنا أو هناك تسقط عينك على قصر من منطقة القصور الرئاسية في تكريت موزعة على ضفاف نهر دجلة بعد غزو العراق تحول عدد منها إلى قواعد عسكرية للقوات الأمريكية والعراقية فيما بعد والبعض الآخر سلم إلى مسؤولي إدارات حكومية امتدت يد الإهمال والفوضى لتشويهها فيما ظلت العشرات منها شواخص تذكارية مهجورة نحن لا نعرف لماذا بنيت هذه المواقع الرئاسية على العموم بعد 2003 استغلتها القوات المحتلة الأمريكية وسوتها قواعد إلها من بعد القوات المحتلة إجت إدارات الإدارات المحلية وأيضا استثمارتها لأنه للأسف أيضا نفسهم المسؤولي ما قدروا أنه يهيئون مكان مناسب يكون مثلا إلهم يعني يديرهم بدفة الحكم بالضبط بعد الإدارات المحلية تسلم إلى القوات الأمنية بعد القوات الأمنية إجتنا هذه العصابات الإرهابية وأيضا استثمرت هذه المواقع الرئاسية والحلقة مستمرة مقر عسكري تقريبا؟ يعني هي عبارة عن بالضبط مقر عسكري المواطنة غير مستفاد منها مع العلم أن هذه الأماكن تعد واجهة للمحافظة وممكن أنه تستثمر للترفيه عن المواطنة وبالتالي أيضا تعد للمحافظة بعائدات جيدة أنه سياح غير سياح لم تستطع دوائر تكريت المعنية بحسب ما تقول أن تحرر هذه القصور من محل نزاع إدارة الملكية لإجازة التصرف بها لتبقى هذه المعالم طي الإندثاري والنسيان فلو استثمرت وتحولت إلى منتجعات سياحية أو مدينة ترفيهية متكاملة ستشغل أياد عاملة وتمثل متنفسا رئيسا للأهالي والوافدين إلى تكريت دخلوا الأمريكان واستغلوها هي منطقة محصنة فأي قوة أمنية تجي تسيطر على مدينة تكريت تتمركز بها لأن قصور قلب المدينة وعلى نهر دجلة مباشرة يعني بيها قصور محصنة ولهذا تستغلها لأي قوة تجي على مدينة تكريت تستغلها كمأمن وكانطلاق العملياتها الإشكالية القانونية بأنه كأرض هسا لحد الآن باسم ديوان الرئاسة بلدية تكريت منذ سنين عديدة تخاطب خاطبة الجهات المعنية لأنه تتحرك حتى تحل الإشكال القانوني حتى تتحول جنسها والعفو ملكيتها إلى عقارات الدولة حتى نقدر نصرف بها ونعلنها فرصة استثمارية وتعرف أنت من تعلن فرصة استثمارية تشكل منطقة جذب سياحي ممكن شركة ممكن أي جهة تقدر تنفذ بها أي مشروع استثماري وتصبح منطقة جذب سياحي تشغيل أيدي عاملة يعني كثير من الأمور ممكن تقدر هذا وأكيد أكيد الها رمزية أكو بيها كنائس أكو بيها جوامع قديمة مناطق أثرية مطلة على نهر دجلة وتشتهر القصور الرئاسية في تكريت ببنائها الضخم المتقن وقبابها العالية وأروقتها الرخامية المؤدية إلى بواباتها المختلفة فضلا عن البحيرات التي تتشكل من شريان صلاح الدين الأبهر وهو نهر دجلة لتمثل تحفى معمارية من المشروعات السياحية من تكريت وليد علاء صلاح الدين